السلام عليكم كانت منا يا ربي تكونوا بخير وعلى خير كما تشوفوا معي في هذه الطرطة هذه مبروك النجاح سلمة هذه الطرطة صوبتها لي جارتي نشكرها بثاف مناسبة النجاح ديال ابنتي سلمة نجحات في الباك الحمد لله في هذا الفيديو نقول لها مبروك مبروك عليك وعقبال الخدمة زوينة كما كتبوا لأم ديالي الله يفرحهم يربو اللي يبغى شي حاجة الله يحققها ليه اليوم ان شاء الله هذي نقدم لكم ميل في رأس بق اليوم نزلت المقادير ديال العجين المورق راجلت لكم في الفيديو اليوم هذي تشوفوا معي كيفاش صوبت الكريمة وكذلك كيفاش قديت هذ ميل في هذي مبقى اليوم نخليكم مع المقادير والطريقة فورجة ممتعة المقادير هنا بالنسبة للمقادير سوف نحتاج السطل معها كبار سانيدا يترو ديال الحليب جوج فاني 50 جرام طحين فورس ممتاز و 150 جرام ديال لكخيم فاتيسيا غبرة سوف تتبع بالعبارة او تتبع في كارتونة هكيا سوف هذو هما المقادير سوف نمشيه للطريقة طريقة سهلة سوف نهز الكسرونة سوف ندير فيها إطرو ديال الحليب سوف ندير سطل مع القكبار ديال سانيدا سوف نضيف جوج فاني سوف نديرهم فوق النار غير نحس بالحليب انه تفغير واحدة شوية سوف ندير فيها الفورس وكذلك نضيف عليها شوية ديال الحليب ونخلط ذاك الشين زين ار واحد شوية ونرجع الحليب حتى نشوفه بغيغلة منين كان نشوف الحليب بغيغلة نضيف ذاك الخاليس ديالك خيم فاتسيغ وطحين وانا كان نحرك ولكن ضروري انكم تصفيوه إذا كنتم بوحدكم صفيو ذاك هذا الخاليس ديالك خيم فاتسيغ مع الطحين كتصفيوه ديروا في شيكاس يكون كبير وصفيو حطوا الكسرونة منين تشوفوا ذاك الحليب غلا ديروا هكي هاد الخاليس ديالك خيم فاتسيغ وطحين كبوه انتم ما كتحركوه حتى تعقاد لينا الكريمة مهمة هذا الشيء كامل سوف تشوفوه معي في الفيديو نحاول نسهل لكم الامر باش اي واحد غدي قد هاد ميلفوي هادي صراحة سهلا غير الواحد يزعم والحاجة ديال الضرم ماشي بحاجة ديالك نهائيا وهاد الميلفوي والله العظيم يلبت الغدله يلبقات مقرمشة وغل نقول لكم باش تبقى لكم ديالورقة هكي مقرمشة وخة تعمروها بلا كخيم فاتسيغ كتبقى مقرمشة مدة طويلة هنا كما كتشوفوا هاد الخاليس نحاول نحركوه جيدا ولكن مع ذلك ضروري انكم تصفيوه انا هنا سوف نوريكم كل شي كما كلكم يمكن لكم تصفيوه وتديروه في شي كاس عادل يمكن لكم بدا تزيدوه في الخاليس وانتما كتحركوه انا هنا مع ابنتي كتكب لي وانا كنحرك طفي كتحركوه جيدا هنا ياخذكم تخدموه جيدا تتحبس بذيك الكريمة انها ولت عاقدة لان الحليب هنا يراها طيب نخلطوه ذاك الشي نزيل نحيدو هاد الخاليس نديرها فوق الرخامة نصرحها مزيان نخليها حتى تبرد وانهزة نديرها في شي شي تفصلها نخليها حتى تبرد وانهزة ونطربوها مزيان ثم بغيتو تزيدو لها زبدة شينية جرام ديال الزبدة تزيدو طبع الحال زبدة تكون من نوع جيد بغيتو اضيفو الكريم شانتي بغيتو تخليوها كيم مدد لانهي خليتها مزيان مزيان نشي حاجة يعني خليتها بال منك هادية الفاني صافي جد صراحة زوينة غير ضروري انكم تخلطوها من بعد ما كتبرد مزيان كتخدموها مزيان اما في العجانة كتخدموها مزيان مزيان هانتو بكتشوفوا كيفاش كتشي من اللي كتبرد راه كتشي قاسحة ولكن من بعد ما كتطربوها مزيان راه كترتاب واحد شوية ومن الاحسن تديرو هاد الكريمة اللي كتكون شوية شدة فرصها باش هكاميل في كتبقى لنا مقرمشة وما كتبقاش تحرك لنا وكتجي كدالك زوينة هاد الاتناء بغيتو تزيدو الزبدة كتزيدو الزبدة بغيتو تزيدو الكريم شانتي اللي كتكون منطربة كتضيفوها اي حاجة بغيتو تزيدوها هنا في الكريم باتيسيح كتزيدوها هنا بالنسبة للعجينة ديال العجين الموارقة سبق اليوم نزلتو في القناة كنصرحوها مزيان لعجينة وغادي نتقبها مزيان بالفرشيطة عندكم مشتنقية اتقبوها بالمشطة انا الصراحة ما عنديش طفي اكتفتها كاي غير بالفرشيطة هنا بنسبة لها التر الثاني ديال العجين الموارقة ضروري تديروها في الفران عجين الموارقة تديرو في الفران وكتنقسوا عليه يطيب على نار مهيلة باش الداخل ديالو كاي طيب يتتحمر وتجينا هاد الورقة هادي كاملة محمرة ميلة جهبتو عليها الفران رغادي يتتحمر ولكن هاكيف الوسطة ديجي ماديش جينا هاد العجين الموارقة مقرمشة اعطيوها الوقت ديالها في الفران يكون الفران سخون وتنقسو عليه وتخليه هاد العجين الموارقة بحال شكل ديال الكيكا تعطيوها الوقت هنا كما تشوفو وراها كتكون طيبة لا من الداخل لا من التحت لا من الفوق وغادي نقسمها انا في اللول إلا بغيتو تقدو من اللول تقدوها ما بغيتوش يعني من بعضها غادي بدا تقطعوها وتقدوها ديرو كم مدر ثانية غادي ندير ثلاثة يال الطبقات وبطبيع الحال هادك طريف اللي بقرة ما ديش نضيعو هاده بتشوفو هاده غادي ندير به وكيما كتشوفو معايا كان قدف الفندون بالنسبة لهاد الفندون هاده انا الصراحة ما رقيتش هاده لكي يتباع في البوطط قلت عليش اللي لا نصوبوش طريقة ساهلة ستجيبوه كسر هناك تديرو فيها تقريبا واحد الكاس حتى الكسنس ديال سكوار غلطي ضروري يكون من النوع الجيد وكننضيف واحد جوج معلق ديال الماحت الثلاثة المعلق غير ضروري الخليط يكون كما كتشوفوه تقيل واحد شوية ومن اللي نبغي نديرو فوق الميل فوي ضروري تخنوه إلا أن مليكات تخنوه وكتحطوها كيفوق الميل فوي كيجمد ورخيص في نفس الوقت طفي غادي نجي نقدر الميل فوي هنا كما كتشوفو الكريمة كتجي شاد فرسها مزيان إلا بغيت انتم تزيدوا الطحنها كتر من هكا كتزيدوا الطحنها كتر من هكا ما بغيتوش خليوهارا هكا كتجي فنة وبالمدق ديال فاني طفي كان قدن زيان هكا يا الكريمة من جناب وكذلك في الوصف ندير طبقات ثانية ديال العجل المورق ندهن كذلك ندهن كذلك ندهن كذلك بالكريمة وندير طبقات ثالثة وما كندهنش بالكريمة هنا كما كتشوفو فاش قطعت هاد العجل المورق من جناب ذكرت ايام الطفولة هاد شي ديال تفرتيس كنت كناخد درهم من عند مول الباتيسري عارتي واحد المدق الزوين زوين وما كينمحت من ايام الطفولة والله العظيم هنا يا فاش درت ديك طبقات ثالثة ديال هاد العجل المورق خديت المول ديال الكيكا وتقلتها مزيان بالكوكوت غير باش هكا يا تشدلينا مزيان ديك الكريمة وتجينا تبقى مقاددة من بعد خديت هاد الفوندون هادا تخنته ودرته الفوق كما كتشوفو كنصرحوه مزيان قبل فاش درت الكوكوت يعني تقلت عليها مزيان خليتها واحد شوية يعني تقريبا شي خمسة دقائق عشرة دقائقات شترستها مزيان طبقات كنخرجة وكندير عليها هاد الفوندون هادا وغادي ندير الشوكولات من الفوق كنقدو هكا الخطوط ديال الشوكولات ومن بعد كنجرهم اما بالموس اما بالكيردون سوف تفرق لكل شيء والتي يعرف سوف نجعلها غير تبرد واحد شوين حيث تبدأك الشوكولاتة انه برد وكذلك الفوندون شد فرسون سوف نقطعها سوف تشوفو معي كوشي ان شاء الله سوف تنزل سوف تكلمة سوف تسمعوا بما أطلاقة سوف تنزل من أقتربة رهبة لكامل كان حصل في اليوم أعطون سوف تنتهي عدد مورق من يدخلوا العجل المورق للفران نقصوا عليه بطبيعة الحال سيقوموا العجل المورق للفران يكون سخون ونقصوا عليه وخليه ويطيب من الداخل ويجيها كيم قرمش ومحمر خليه وهي تحمر ويجي مقرمش وإن شاء الله تجربوا هاد ميلفي هادي وتعجبكم وبنسبة لدكتوريف تيال العجل المورق لك لكم هادي تشوفوا شنو هادي ندير به درت به عودتاني ميلفي غير هادي ندرتها عامرة نيت مزيان أنتو مالي تشوفوا معايا في الفيديو كيف تجدرت لها وزينتها كياب شكلت وزلقات هذه كوارة لأنه علاش حين جات غليده وجات زوينه ومقرمشة كما كتلكو وكانت منى أي واحد أي واحد شفت الفيديو الله يفرحه والله يحقق له قاعدك شي اللي كيتمنى والله يبعد عليكم وعلينا ولاد الحرم يا ربي واللي بغى شي حاجة لله يحققها ليه وكان شكر أي واحد كيش يجعني سواء بالتعليق بلايك واللي كيدعي معايا كذلك كان شكره بزاف بزاف واتشي اللي كاين نتمنى نتمنى أي حاجة حكتها في هذه القناة تستفيدوا منها وتعجبكم وما تنسوش تدعوه مع أختكم ساميرا وكان شكركم بزاف بزاف وما بقى لي نقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحة ترجمة نانسي قنقر